اشتركوا في القناة مع بعض زملائه باللجنة التنفيذية في تدبير اموال لزيادة المسابقات عشان الاعضاء تتشجع وتلعب التنس لكن اعضاء اللجنة التنفيذية محكمين بميزانية وعارفين ان النادي عنده ازمة مالية فشايفين ان جزء من حل الازمة دي ان المسابقات تحقق ارادات تساهم في حل الازمة يعني مش هنعمل مسابقات تصرف فلوس من غير ما تحقق عائد بهجة فند الشرباجي قرر عرض الامر على اول جماعية عمومية للنادي لان زي ما احنا عارفين ان النادي شركة مساهمة ولا يمكن صرف اموال اكتر من اللي قرروا المساهمين الا بموافقة الجامعية العمومية وفي الجامعية العمومية للنادي الاهلي اللي انعقدت يوم الخميس 6 فبراير 1919 وبعد ما باهجة فاندي الشرباجي سكرتيري التنس عرض تقرير اللعبة خلال العام الماضي حصل الحوار التالي باهجة فاندي الشرباجي قال ان التنس ليس مورد رزق في اي من الاندية وامامنا نادي الجزيرة ونادي التوفقية وغيرهما هذه الاندية تنفق عن سعة لعمل مسابقات لتشجيع التنس ولكن هنا بنادينا عندما اقترح عمل مسابقة يسألونني هل تنجح ام لا اقترح على الجامعية العمومية ان تقرر صرف مبلغ سنوي لعمل مسابقات ويرد فكري ابازة فاندي عضو الجامعية العمومية قائلا ليس عندنا رأس مال كبير لنصرف مثل هذه المصاريف ويعود به كتفاندي الشرباجي للكلام ويقول النادي مخصص للرياضة وليس للكسب ويمكن تدبير الكسب عن طريق آخر وتدخل جعفر ولي باشا وكيل النادي قائلا يجوز ان يخسر النادي في اول مسابقة وفي الثانية ولكن اعتقد ان الحالة سوف تتحسن بعد ذلك ويحسم عبدالخالق سروة باشا رئيس النادي الجدل قائلا يظهر ان الغرض هو الا تضع اللجنة نصب عينيها الكسب ليس الا ولذلك ارى الاكتفاء بتوجيه نظر اللجنة التنفيذية الى ذلك ويشير عبدالخالق سروة باشا للجماعية العمومية ليأخذ رأيها وتكون النتيجة موافقة عمومية شايفين الحوار الراقي شايفين المسئولية النادي مديون لششته والميزانية على قد لكن مسئولية النادي تجاه الرياضة والطلبة والممارسة حتمت عليهم الاستمرار في دعم المنافسات لنشر الرياضة بين المصريين لان بناء الانسان اهم من الكسب المادي الطريب في الامر ان اللي وافق على زيادة بصرفات لعبة التنس اتنين من المساهمين عبدالخالق سروة باشا وجعفر ولي باشا يعني اتنين المفروض انهم متضررين من الاعباء المالية اللي على النادي لكن المسئولية المجتمعية تجاه نشر الرياضة بين ابناء الشعب المصري وادخال اكبر عدد من الممارسين المصريين للعبات المختلفة والايمان بفكرة تأسيس النادي فرضت عليهم تغليب المصلحة العامة فوق الخسارة المالية